العمل على قدم الوساق في كل فروع النادي الاهلي النهاردة كابتل محمود الخطيب رئيس النادي بيقوم بجولة تفقدية في أعمال الانشائية في الشيخ زايد معاهل أستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي والمهندس محمد سراج والدكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي والمهندس سامح علي كامل لتفقد المراحل الأخيرة من إنشاءات كتيرة يا باش مهندس ما هو الناس مش قادر تنتبه وتتنبه لما يفعله هذا المجلس بقادة الكابتن محمود الخطيب لأنه الحقيقة الملفات كتير قوي والوعود كانت تشفق على المجلس لما برنامج العائلة نزل ولكن تكتشف أن المجلس وهو ماسك الملف الرياضي بنجاح وخصوصا كرة القدم يتجاوز الوعود في برنامج العائلة الإنشاءات زي ما أنت بتقول على قدم من وصاق والمجهود الذي بوزل من الكابتن محمود الخطيب ومجلسه هو مجهود خارق إنك تمشي في كل الملفات لأنك عشان تمشي في كل الملفات بنجاح وتتجاوز الأهداف اللي أنت حاطتها أنت عايز أيضا أن الملف المالي بتاعك يكون ماشي بنجاح صاحق أو تتجاوز أيضا الأهداف المالية أو الاقتصادية اللي أنت كنت حاطتها أي فهذا ما فعله المجلس رغم أصعب فطرة في تاريخ أي مجلس والتحيات والتحديات التي وجهها هذا المجلس في أول سنتين الكابتن الخطيب والوافد المرافق معاه في الجولة التفاقدية تفقدوا صالة الجيم الخاصة بالشيخ زايد وكذلك الأعمال اللي بتتم في صلاة الكاراتيه والإسكواش والجنباز والوقوف على المراحل النهائية منها بعد قرار مجلس الإدارة الأخير اللي اتخذ بشأن البدء في شراء التجهيزات الخاصة بالصلاة للشروع في عمليات التشطيب الخاصة بها تعرفين حضراتكم مجلس الإدارة أمس الأول كان اتخذ عدة قرارات مهمة في أكتر من جانب في النادي منها الموافقة على إعارة إسلام حسن وإسلام الجزيري دول اتنين لعيب كرة اليد في النادي إعارتهم إلى نادي السلمية الكويتي والعرب القطري على الترتيب للمشاركة في البطولة الأسوية أبطال الدوري خلال الشهر الجاري أيضا وافق المجلس على توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتنفيذ برامج في الدراسات العليا وإدارة الأعمال في مرحلة الدبلومات المهنية والماجستير والدكتوراه مع تقديم العديد من الخدمات لأعضاء النادي وده الحقيقة بروتوكول مهم من ناحية العلمية يعني أنت برضو أنت ماشي في كل ده بتفكر إزاي تقدم أعلى خدمة للأعضاء ففي مجال العلم يتوع بروتوكول زي كده صحيح ده مهم جدا ومهم جدا للأعضاء وافق المجلس على توريد أجهزة قياسات رياضية حديثة لقطاع النشئين لكرة القدم في إطار تحديث قطاع النشئين والارتقاء به وتطوير آليات العمل فيه المجلس وافق على توريد أجهزة قياسات حديثة له مع البدء في أعمال تطوير المكاتب الإدارية وغرف اللاعبين في قطاع النشئين في مدينة نصر وافق المجلس كمان على أعمال التطوير في أسوار فرع النادي في مدينة نصر مع الموافقة على رفع كفاءة المنطقة خلف الأسوار في مجمع حمام السباحة اللي بتضم مناطق جلوس الأعضاء ومنافذ البيع ودورات المياه وقف المجلس على بدء العمل في شبكات تغذية الكارباء بفرع النادي في الشيخ زايد وكذلك شراء التجهيزات الخاصة بصلاة الكاراتي والإسكواش والجنباز لأعضاء النادي في الشيخ زايد والموافقة على تأجير شاطئ خاص لمنتجع النادي في مرسى مطروح يعني الشغل في مرسى مطروح في الجزيرة في المدينة ناصر في التجمع الخامس في الشيخ زايد كل ده على قدم الوسع في الصلاة المغطاة في الأسوار في الناشئين في الألعاب المختلفة ربنا يوفقهم ويعينهم الحقيقة شيء رائع جدا مبارح كمان كان محمود حسن ترزيجيه لعب الأهل وإبن النادي اللي بياخد تجربة احترافية جيدة في الدور الإنجليزي تعارفين ترزيجيه كان عمل عملية وبيقدي فترة التأهيل والتدريبات العلاجية له حرص أنه ييجي النادي الأهل ويتطمن على زميله ويزور النادي والحقيقة كان لفت طيبة من كابتن محمود الخطيب رئيس النادي يستقبله عشان يتطمن على حالته عشان يحمسه أكتر ويدي له دوافع كتيرة وجديدة وترزيجيه قد إيه كان سعيدة باش مهندس حتى في كل التصريحات اللي خرجت منه أنه سعيد جدا أنه يستقبل بكل هذا الحفاوة وهذا الترحاب في ناديه ما أمر منطقي أن يقابل بالحفاوة والترحاب في ناديه أن يكون حريصي أنه ييجي النادي الأهلي رزيجيه ابن حرفي من أبناء النادي الأهلي ونجاحه الخارجي يسعدنا جميعا ويتمنى له التوفيق وبقدر ما أزعجنا جميعا إصابته بالربط الصليبي بقدر فرحي وكان إصابة يفق أنك الرجله لا صليبي صليبي شوف بعدها بكم شهر قليل جدا شوف ماشي بدون عكزات وماشي على رجليه بخطوة فيها ثبات ده يدلك على إيه أن العلم يتقدم علينا اللحاق به أينما كان طيب في الكرة الطائرة فريق الأهلي للرجال المبارح نهاردة فاز على الترسانة في دور التمانية في كاس مصر وفاز 25-13 و25-19 و25-18 وصعد للدور قبل النهائي لكاس مصر وبإذن الله أبطال الدور وأبطال أفريقيا مش صعب عليهم إن شاء الله الفوز بكاس مصر فريق زهبي يعني بيقايم بالبطولة اللي يفقدها بل بالبطولة اللي يكسبها ده كان أخر ما لدينا في دفتر الأحوال الأهلوية